ما أن أعلنت العديد من دول العالم اعترافها بدولة فلسطين والتي كان آخرها سلوفانيا وإسبانيا والنرويج وإيرلندا وأرمينيا منذ مطلع العام الحالي وصل عدد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية إلى 248 دولة من أصل 293 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاعترافات المتتالية من قبل دول العالم بالدولة الفلسطينية أثارت غضب الاحتلال الإسرائيلي الذي صارع إلى اتخاذ خطوات انتقامية من الفلسطينيين عبر التلويح بالإعلان عن توسيع الاستيطان وإلغاء قانون فك الارتباط في الكثير من المستوطنات المخلى منذ قرابة عقدين بشمال الضفة الغربية وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على السلطة الفلسطينية بعد تخوف الاحتلال من اقدام المزيد من الدول على الاعتراف بدولة فلسطين بدأت تتخوى بأن الرأي العام الغربي ربما يصل إلى مستوى يؤثر على اتخاذ قرارات الحكومية مما قد يؤدي إلى تغيير الموقف العام الأوروبي من عملية إقامة الدولة الفلسطينية وأقناعهم بضرورة حل سلمي رغم أن هناك اتفاق ضمني منذ عام 2008 تحدثنا بهذا الموضوع بتصفية ملف إقامة دولة فلسطينية وتحويل القضية الفلسطينية من قضية حق تقرير مصير للشعب فلسطيني إقامة دولة إلى قضية إنسانية قضية لاجئين يبحثون عن حلها عبر امتيازات اقتصادية وعبر مشاريع اقتصادية بعد قرار النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية مؤخرا أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا أعلنت فيه أنها تدرس اتخاذ سلسلة من الإجراءات بحق الدول الثلاث من بين هذه الإجراءات منع ممثلي الاتحاد الأوروبي ومؤسساته من الوصول إلى الضفة الغربية لتقديم المساعدات للفلسطينيين وقد تم استدعاء سفراء الدول الثلاث للتوبيخ والعمل على تقييد خدمات قنصليات هذه الدول في القدس المحتلة عبر منعها من تقديم الخدمات للفلسطينيين من الضفة الغربية في قنصلياتها بالقدس الآن يستغلون اعتراف هذه الدول بدولة فلسطينيين ليتخذوا قرارات تجاه هذه القنصليات التي عمرها أكبر من عمر الكيان الإسرائيلي يعني هذه القنصليات موجودة قبل عام 1948 وبالتالي يريدون منع الفلسطيني من التعامل مع هذه القنصليات وتقديم خدمات عبر هذه القنصليات في داخل القدس ولكن أعتقد أن إسرائيل ستفشل أعرب الشارع المقدسي عن استيائه من هذا الموقف الإسرائيلي الساعي إلى تقييد تقديم الخدمات في قنصليات الدول المعترفة بفلسطين في القدس وستتخوف من أن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع الفلسطينيين ثمن هذه الاعترافات بالدولة الفلسطينية إحنا حقيقة في عنا تخوف يعني من هذه القصة على أساس أنه إحنا دايماً منقدم للأنصلية الإسبانية عشان نطلع على إسبانيا بس هلأ صار عنا يعني تخوف أنه من الأنصلية الإسبانية إذا حتى لو أعطتنا الفيزا إذا منقدر نطلع بالمستقبل يمكن أنه مثلاً وإحنا على المطاريح كلما فش تطلعوا فهلأ عندي أنا بعد يومين يعني موعد أدامت بدي أقدم للفيزا وعلى هذا الأساس مننا نشوف إيش رح يصير يعني للمستقبل فالوضع يعني مش مطمئن ومننا نشوف إيش رح يصير في ظل تزايد اعتراف بلدان العالم بدولة فلسطين ينتظر أهل القدس معرفة ما هي الإجراءات الإسرائيلية التي من شأنها أن تؤثر على حياتهم المتدهورة أصلاً فحتى الإجراءات العقابية التي اتخذها الاحتلال الإسرائيلي بحق المؤسسات والقنصليات التابعة للدول التي اعترفت بدولة فلسطين سوف يكون لها أبعاداً سلبية على المقدسيين الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور السفير عمر عوض الله تحياتي لك دكتور عمر تحياتي لكم وللسيدات والسادة المشاهدين نحن أمام حالة فريدة من نوعها في قضية اعتراف الدول بدولة ناشئة واضح أننا الآن أمام حصيلة مجموعة من التطورات بدأت منذ السابع من أكتوبر الماضي وهناك دوافع كثيرة للدول لكي تعيد مرة أخرى اتخاذ موقف مبني أساساً على أن فلسطين في الأصل هي دولة يعني عضو غير تام العضوية في الجمعية العامة الأمم المتحدة الآن أيضاً في مايو الماضي الجمعية العامة الأمم المتحدة أغلبية 143 دولة تعترف بدولة فلسطين واليوم عم نشوف أنه كثير من الدول بدأت تترجم هذه الخلفية وهذه المشروعية الدولية إلى قرارات تتعلق بما يسمى بالعلاقات الثنائية بين الدول وأنت بطبيعة الحال وزارة الخارجية وحضرتك بدون أدنى شك أن المجهود الدبلوماسي في هذا الاتجاه لإقناع الدول بأن عليها أن تتخذ مثل هذه القرارات خاصة في هذا الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل إلغاء حل الدولتين وجعله غير ممكن من خلال المستوطنات وطبعاً من خلال الاعتداءات اليومية ومن خلال ما يجري في غزة وفي الضفة الغربية نريد أن نسمع من حضرتك طبعاً ما تفضلت به هام يعني لأسباب عديدة أولاً أن إسرائيل لا تحاول فقط أن تدمر حل الدولتين الوقت الذي جاء فيه الاعتراف من هذه الدول وقت هام لأنه إسرائيل كما قلت لا تحاول فقط إنهاء حل الدولتين وإلغاءه وتدميره ولكن تحاول أن تلغي وتدمر الشعب الفلسطيني وتبيده وهذا استكمال للمشروع الصهيوني الذي بدأ منذ ستة وسبعين عاماً بشكل شرس طبعاً هو بدأ قبل من ستة وسبعين عاماً ولكن شكل الإجرامي الأكبر تبدأ منذ ستة وسبعين عاماً منذ النكبة إلى الآن المشروع الصهيوني قائم على قضيتين القضية الأولى إبادة الشعب الفلسطيني أو ترحيله قصراً وهذا ما نرى الآن في ما يحصل مع أبناء شعبنا في قطاع غزة واستمرار كل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس من خلال منظومة الاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين طيب لذلك المجتمع الدولي نعم تأخر حقيقة طيب لكن هذا اليوم عم نشوف في يعني تصحيح الظلم التاريخي تمام لكن اليوم في أي إطار أنتم كوزارة خارجية مثلاً ولديكم خبرة ومعرفة في طبيعة العلاقات كيف تقوم بين الدول أين يمكن وضع هذا التطور وهو تطور هام الآن ولو كان متأخراً مثل ما حضرتك أشرت في أي إطار يوضع هل ما أنت أشرت إلى المشروع الصهيوني الذي يسعى إلى إلغاء الوجود الفلسطيني من الأصل كبشر حتى هل هذا يشكل رد هل يمكن أن يؤخذ على هذا المحمل نعم المجتمع الدولي قبل أن نذهب إلى عملية سلام طويلة الأمد وكان مقتنعاً وبعض من هذه الدول كانت مقتنعة أنه من أجل حل هذا الصراع العربي الإسرائيلي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن نتوجه من خلال عملية سلام ومفاوضات لننهي هذا الصراع ونحن كفلسطينيين وكعرب ذهبنا لنقابل هذا المجتمع الدولي ودخلنا في اتفاق مع إسرائيل على مدار أكثر من ثلاثين عاماً الآن من اتفاق أوسلو وجد العالم أن إسرائيل كل ما تقوم به إسرائيل هو ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وأنها تستخدم عملية التفاوض من أجل تمويت أي فرصة لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وتحقيق حق التقرير المصير للشعب الفلسطيني وإعطاءه دولته لذلك الدول هذه ذهبت إلى خرجت من الإطار الذي وضعته له بعض الدول عندما وضعت شروط لاستقلال دولة فلسطين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بقبول إسرائيلي التفاوض وإسرائيل الآن لا تقبل التفاوض بل تمعن في جرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطيني فأخذنا نطلب من المجتمع الدولي أن يأخذ خطوات جدية إيجابية لا رجعتها فيها بما فيها الاعتراف بدولة فلسطين من أجل أن تحسم حل الدولتين على أسس قانونية وخاصة تلك الدول التي تعترف بشكل عملي بحل الدولتين فالخطوة العملية هي إما أن تعترف بفلسطين كدولة أو أن تصوت لصالحها في المنظومة الدولية وفي مجلس الأمن للحصول لدولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة لذلك هذا يأتي في إطار أن هذه الدول تتسخ مع مبادئها ومع المشروع الذي بدأت مع الفلسطيني منذ أكثر من ثلاثين عاما والذي انخرط فيه بكل صدق الفلسطيني وكان يبحث عن إيجاد حل ولكن إسرائيل لا تريد أن تذهب إلى أي حل سلمي تريد هذه المنطقة أن تبقى مشتعلة لا تريد أن يكون هناك دولة بن قفير واسموتريتش ونتنياهو مشروعهم الحكومي الذي جاءت به هذه الحكومة الحالية قائم على أساس قمع تطلعات الشعب الفلسطيني ومنعه من حصوله على دولة لذلك هذا الخطاب الذي تم استخدامه مع دول المجتمع الدولي آت أكله بأن فعلا من يريد أن يحمي حل الدولتين عليه أن يعترف بدولة فلسطين نعم هناك الآن اعتقاد بأن الرأي المتفق عليه اليوم هو أن كل ما جرى هو بسبب إهمال المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية ومنح الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير وقيل الآن أن الشرعية الدولية كضامنة لنظام العالمي للدول أصبعت هي نفسها أمام اختبار والاختبار هو مدى الجدية والجدوى كذلك إلى أي درجة تعتقد بأن ما تفعله إسرائيل من إدارة ظهر لكل اتفاقيات الدولية لمثاق الأمم المتحدة لأيضا المنظمات الأممية بما في ذلك المحاكم الدولية هل هذا يشكل كذلك نوع من التحريك لما يسمى بالضمير العالمي وإحنا قلنا في فترة طويلة أنه ما في شيء اسمه رأي عام عالمي بعد أن تبين أنه فيه كل هذه ردود الأفعال التي نراها في الجامعات الأمريكية وفي أنحاء العالم وردود الفعل المنظمات الإنسانية كلها تدل على أن أولئك يمكننا أن ننتبه مرة أخرى إلى أن هناك ما يمكن أن نعتبره رأي عام عالمي يجب أن نشتغل عليه يعني كي أبني على ما تفضلت به بشكل عام نحن كنا نعتقد أن المجتمع الدولي غير قادر على اتخاذ خطوات فاعلة حقيقة أو أنه هرم وأنه ليس صلب ولا يريد أن يواجه الجرائم التي ترتكب والتي ترتكبها إسرائيل وأن أقصى حد لهذا المجتمع الدولي هو أن يدعوك إلى التفاوض أو أن يصوت لك في قرارات داخل المجموع الدولي أو المنظوم الدولي بشكل العام في الأمم المتحدة أو أي من وسات الأمم المتحدة ولكن تفاجأنا بأنه بعد أن شهدنا الحرب على أوكرانيا لنرى أن المجتمع الدولي أصبح شاباً سريع بالحركة يتحرك بسرعة باتجاه وضع عقوبات سريعة يأخذ قرارات يعني يتحدث بلغة صارمة يمد أوكرانيا بالسلاح وغيره لذلك ظهر المجتمع الدولي كما تفضلت بأنه يكيل بمكيالين وأنه ذو معايير مزدوجة وأن المنظومة الدولية التي بنيت منذ الحرب العالمية الثانية بما فيها القانون الدولي والمتعددة الأطراف أصبحت على المحك وأصبحت فلسطين هي الاختبار الأكبر لهذه المنظومة لذلك فلسطين عندما انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل أو أي من المؤسسات الدولية قالت لها بأن الاختبار قضية فلسطين إذا كان قضية فلسطين سوف تفشل في أن تقدم العدالة للشعب الفلسطيني وأن تقدم المسائلة لإسرائيل على جرائمها التي ترتكبها هذا يؤكد فشل هذه المنظومة وأنا علينا النظر بآليات جديدة للتعامل مع أولئك الذين ينتهكون القانون الدولي الذي لم تخترع فلسطين لذلك الزخم الذي ولده هذا الحراك الفلسطيني والعربي حقيقة باتجاه أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات واضحة من أجل أن يجبر إسرائيل على اتخاذ بعض الخطوات بعد أكثر من التصويت ولد كذلك عامل ضاغط كبير وهو أولئك الذين يحترمون قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان من أبناء هذه الدول أصبحنا نراهم في المظاهرات في الشوارع أعلو صوتهم منظمات المجتمع المدني المنظمات المجتمع المدني الدولية وغيرها من المؤسسات التي أصبحت تعلي صوتها أنه المعايير المزدوجة سوف تدمر هذه المنظومة الدولية متعددة الأطراف وأن أبعادها سوف تكون أكبر من فلسطين وإسرائيل بل ستذهب إلى ما هو أبعاد من ذلك دعنا أستاذ دكتور عمر نحدد نقطة انطلاق فيما يخص الدبلوماسية الفلسطينية التي بادرت من جانبها من خلال العلاقات المباشرة مع الدول أخذ في الاعتبار يعني التصنيفات المعروفة سلفا وكذلك تعاملها مع الدول العربية وفي إطار العالم الإسلامي وفي كل مكان استطاعت فيه الدبلوماسية الفلسطينية أن تجد مناصرين يدفعوا إلى الأمام بما تحمله من مشاريع لو أردت أن تحدد إنجاز أممي فلسطيني هام وشكل ربما انعطافه على مدى الخمسة عشر سنة الماضية وين بتشوف نقطة الارتكاز يعني مهم حقيقة السؤال هام جدا ربما لأننا نحن أصبحنا نقسم النضال الاستراتيجي الفلسطيني إلى عدة مراحل المرحلة الأخيرة وهي ربما أخذت أكثر من خمسة عشر عاما هي مرحلة النضال القانوني في مواجهة هذا الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وهذا النضال القانوني الذي بدأنا بعضوية في منظمة اليونسكو ومنظمة الأمم المتحدة بحصولنا على صفة الدولة المراقب في الأمم المتحدة وانضمامنا إلى المحكمة الجنائية الدولية وعديد من الاتفاقيات والمنظمات الدولية قد لعب دورا حاسما حقيقة في تغيير الحالة والشخصية القانونية لدولة فلسطين وحجد الدعم الدولي لأنه الآن المتضامنين حقيقة الموجودين في شوارع العالم والطلب المتواجدين في المدارس والجامعات في دول كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها يرتكزون إلى القانون الدولي وأن القضية الفلسطينية حق ليس فقط لأنه هي حق وعدالة للفلسطينيين ولكن لأنها تتصق تماما مع حق الشعوب في تقرير المصير وأن هناك مجموعة كبيرة من القرارات والمراجع القانونية الدولية التي تؤكد أن هذه القضية هي قضية حق وعدالة لذلك النقطة الارتكازية الحقيقية لانطلاق هذا المسار القانوني الفلسطيني كانت في انضمامنا إلى منظمة اليونسكو ومنظمة الأمم المتحدة بصفة المراقب وغيرها من المنظمات الدولية ولكن دكتور عمر هنا فيه أيضا ثنائية بحاجة إلى توضيح في قضية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المستند إلى قرارات الأمم والتحدة ويمكن القول أيضا المستند إلى عملية السلام وبما في ذلك أوسلو بالرغم من كل ما يقال حولها وهذا الجانب المتعلق بالحقوق الفلسطينية كما صار هناك مسؤولية دولية إذا أرادوا أن يحافظوا على السلام في المنطقة في الإقليم وما يكونش فيه تداعيات دولية وبالتالي هذا مسار في المسار الآخر عم نشوف أنه في دولة كما قلنا تنتهك يعني كيان ينتهك ويدير ظهره لكل القوانين الدولية ويمارس عملية حرب إبادة وفصل عنصري واضحة المعالم مشهودة وملاحظة وبالرغم من كل أحيانا التعبيرات القانونية أنه بعدنا بدنا نشوف إذا جرائم حرب ولا مش جرائم حرب أصبحت يعني كل الشواهد تقول على جرائم حرب هنا في المتابعة القانونية جانب يتعلق باختراق كيان الإسرائيلي للقانون الدولي وبشكل صارخ ومشهود كما قلنا وفي الجانب الآخر قضية حقوق الشعب الفلسطيني التي هي يجب أن تكون مرتكزة إلى الشرعية الدولية وين ممكن يكون هذول المسارين يلتقوا في نقطة معينة خاصة في هذا الوقت اللي قلنا فيه أن الجانب الإسرائيلي يبدي ويتصرف على أنه لا وجود للشعب الفلسطيني ولا حقوق له مهم أن ننظر إلى الصورة بشكلها الذي تفضلت فيه أنه فيه هناك إسرائيل التي تنتهك القانون الدولي وكل قواعد حقوق الإنسان وقانون الدولي الإنساني وقانون الدولي الجنائي وهناك فلسطين الشعب الفلسطيني الذي يقع تحت هذا الاحتلال والذي يتعرض لكل هذا الاضطهاد وهناك المجتمع الدولي أو الدول الثالثة كما تسمى الأطراف الثالثة لذلك عندما نذهب إلى أي حراق قانوني أو دبلوماسي أو سياسي الهدف ليس فقط إسرائيل وإخضاعها إلى هذا القانون لأنه نعلم كما تفضلت أن إسرائيل دولة خارجة على القانون ودولة مارقة وأصبح المجتمع الدولي وصل إلى مرحلة من القرف مما تقوم به إسرائيل من جرائم لأنه مضطر في بعض الدول ما زالت مضطرة أن تحمي هذه المنظومة لأن جزء من مشروعها عدم استقرار المنطقة أن تبقى المنطقة غير مستقرة وتبقى مشتعلة وتبقى كذلك طبعا أن يكون هناك احتراب دائم في هذه المنطقة لأسباب عديدة بدءا من السيطرة على الإقليم وصولا إلى بيع الأسلحة وشركات الأسلحة لذلك عندما نقول أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي هو صحيح موجه ضد إسرائيل ولكن موجه أولا كذلك إلى الدول المتواطئة كي لا تتواطئ مع إسرائيل في هذه الجريمة والدول الثالثة التي يجب أن تتخذ خطوات لمنع إسرائيل من أن ترتكب هذه الجريمة التي ترتكبها أمام التلفزة وبشكل واضح لذلك الحراك ليس فقط موجها باتجاه إسرائيل بل باتجاه من يتواطئ مع إسرائيل ومع تلك الدول التي لم تقرر بعد ماذا ستفعل مع إسرائيل وهذا طبعا بطبيعة الحال سوف يبني منظومة من العقاب والعواقب على إسرائيل من أجل تركيع هذه المنظومة المجرمة بشكل عام بالنسبة لعملية السلام نحن نقول وطبعا كما وصفتم حضرتك أنه يرتكبوا جرائم حرب مجرمي الحرب لا يصنعوا سلام ومجرمي ضد الإنسانية لا يستطيعوا أن يجلسوا على طالب المفاوضات ليفاوضوا إلاك الذين يقتلوهم ولذلك المجتمع الدولي يجب أن ينتبه إلى هذه القضية ويعلم أنه لا يمكن أن هذه الحكومة التي عرأس هذه الترويكا لا تستطيع أن تقوم بأي سلام أو هي ليست حكومة سلام نعم لكن هذا لا يمنع أن المجتمع الدولي يستطيع أن يفرض إرادته إذا أراد ولدينا في التاريخ أمثلة كثيرة لكن أيضا يقال بأن وصول هذه القضية لمحكمة العدل الدولية وأيضا المحاكم الأخرى أن أيضا هذا وأنت أشرت إلى أن النضال كان نضال قانوني إلى أي درجة وجود هذه القضية الآن هذه القضية الآن من هذه الناحية القانونية ووجود محكمة العدل الدولي والآخره يمكن أيضا تشكل حالة قانونية مساندة لكن اسمح لي قبل أن تجيب لدينا فاصل قصير وأرحب من جديد بالسفير الدكتور عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية وشؤون المغتربين لدولة فلسطين دكتور عمر قبل الفاصل سألت حضرتك في نطاق ما سميته وأنت بالنضال القانوني إلى أي درجة يمكن أن تساعد مرافعات وقرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في تحقيق مكاسب للبعد القانوني للحقوق المشروع على الشعب الفلسطيني نعم مهم جدا حقيقة هذا الموضوع وصحيح عندما أطلقنا عليه بأنه النضال القانوني الفلسطيني باعتباره أنه الاستراتيجية الثالثة وطبعا المسار القانوني لوحده لا يكفي إلى جانب طبعا المسار السياسي والدبلوماسي ولكن مواجهة الاحتلال بكل الحالات مهمة ويجب مواجهة الاحتلال لأنه كل السبل يجب أن تستخدم من أجل إنهاء هذا الاحتلال الاستعمال الإسرائيلي وأساس هذا الحراك الآن هو الحراك القانوني أمام المحاكم الدولية والمؤسسات الدولية لأنه ما غاب على مدار 76 عاما هو غياب المسائلة إسرائيل لم تساءل يوما على أي من الجرام التي اتكبتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتفلت دائما من العقاب الآن هناك نضوج في المجتمع الدولي بسبب هذا المسار القانوني بتعريف إسرائيل بعض الجهات أصبحت لا تقلق من أن تطلق على إسرائيل بأنها نظام فصل عنصري وهذا الكلام كان ممنوعا سابقا من كان يجرؤ أن يقول عن إسرائيل أنها نظام فصل عنصري أو أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية أو أن المحكمة الجنائية الدولية التي أسست من أجل إسرائيل تقول الآن بأن إسرائيل ليس إسرائيل فقط ولكن المسؤولين في إسرائيل وعلى رأسهم رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير حربه يرتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وأنها ستصدر أوامر اعتقال ضدهم لنجد دول من أكبر داعمين إسرائيل تقول أنه في حال صدرت أوامر الاعتقال ضد نتنياهو سوف نعتقله المحكمة العدل الدولية الآن تقول أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية بمعنى أن إسرائيل كمنظومة ترتكب جريمة منظومة إدارية عسكرية سياسية دبلوماسية اقتصادية ترتكب جريمة الإبادة الجماعية لأنه محكمة العدل تحاكم الدول المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الأشخاص وتقول هي كذلك أن الأشخاص في إسرائيل والذي على رأس هذه المؤسسة الإسرائيلية هم مجرمي حرب ومجرمي ضد الإنسانية إذن مسار المساءلة سوف ينتج حراك مهم يجلب مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى العدالة الدولية ويساهم في إظهار حتى للإسرائيلي الذي بين قسين يقرأ قليلا في القانون الدولي أنه يدعم منظومة مجرمة وسيساهم بشكل أو بآخر إن كان من داخل إسرائيل أو من داخل الدول التي تربى أبنائها على القانون الدولي كي يواجهوا إسرائيل وأن يمنعوا إسرائيل من ارتكاب مثل هذه الجرائم إذا كان السؤال هل هذا المسار سينتج نتائج نعم سينتج وينتج لأن إسرائيل طوال الوقت تعرف نفسها بأنها دولة ديمقراطية وأن بين قسين الجيش الإسرائيلي أكثر جيش أخلاقي لنكتشف الإسرائيل الآن أن إسرائيل هي دولة مجرمة بناء محكمة العدل الدولية وأن الجيش هذا يقتل الأطفال بناء على تقرير الأمين العام الأخير في الأمم المتحدة لكن أيضاً أستاذ دكتور عمر في هذا السياق يعني دلالة جنوب أفريقيا الدولة التي عانت من الفصل العنصري وقصة نضالها نموذج للتحرر الإنساني ولكل ما تبع ذلك من يعني فكر أخلاقي راقي ومشابها ذلك اليوم نتكلم عن جنوب أفريقيا التي رفعت القضية وطبعاً نضم من حولها العديد من الدول في إطار الفصل العنصري كمفهوم هل هذا يمكن أن يشكل بالنسبة للدول دوافع لا يمكن أن تتنصل منها يعني ممكن تقول المصالح المشتركة ممكن تقول إسرائيل ذات العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ولكن أيضاً الآن في الولايات المتحدة هناك من يتساءل إذا أدينت إسرائيل في محكمة العدل الدولية ونحن المساند الأول لها وكذلك الناس الذين سنتعامل معهم هم مطلوبين للعدالة الدولية هل هذا يمكن أيضاً أن يشكل نوع من التطور المهم الذي لا تستطيع إسرائيل أن تبتعد كثيراً تقول والله أنا ما عندي لحل دولتين وهذا هو موقفي وانتهينا طبعاً لأنه لأسباب عديدة الساب الأول هو أن هذه الدول التي نتحدث عنها بعضها هي التي أسست هذه المنظومة الدولية القائمة على القانون هي التي أسست المحاكم الدولية لذلك واحد من الأمثلة الشهيرة حقيقة هو مثال ألمانيا مثلاً ألمانيا تحدثت بكل وضوح أنها في حال صدرات آمر اعتقال سوف تنفذها ألمانيا الصديق الأكبر لإسرائيل والتي تعتبر أن جزء من سياستها الخارجية هو وجودها هو حماية إسرائيل لكن هم يفرقوا ما بين القانون الدولي وأن إسرائيل يجب أن تكون منظومة بين قسين ديمقراطية وبين الدولة المجرمة نعم الآن نحن نتعامل مع دولة مجرمة لذلك المجتمع الدولي المجتمع الدولي سوف يتعامل معها على هذا الأساس والدول التي تدعي احترام القانون الدولي يجب أن تلتزم بذلك بعض الدول المنحازة بالكامل بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية التي تفضلت وذكرتها منذ قليل العمل سوف يكون مع أبناء الشعب الأمريكي الذي خرج في الشوارع في المظاهرات والشباب الذين في الجامعات من أجل أن يطالبوا الجامعات لسحب تمويلها للشراكة مع الجامعات الإسرائيلية لأنها ترتكب جريمة الإبادة الجماعية نعم وخاصة أن بعض الجرائم في القانون الدولي ملزمة للدول يعني جريمة الإبادة الجماعية مواجهتها ملزمة للدول لست بحاجة إلى الذهاب إلى مجلس الأمن وفصل سابع من أجل أن تجعل الدول تتوقف عن إرسال السلاح إلى إسرائيل أو الإتجار مع إسرائيل أو إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل لذلك شهدنا كما تفضلت عديد من الدول التي انضمت إلى القضية في جنوب أفريقيا وبعض الدول ذهبت إلى همامة أو أبعد من ذلك قطعت علاقتها مع إسرائيل الدبلوماسية بعض الدول منعت إرسال السلاح إلى إسرائيل وأوقفت التجارة والإتجار مع إسرائيل إذن هذا المسار صحيح أنه بحاجة إلى تراكم ووقت لكنه يجيب نتائج يجلب نتائج طيب اسمح لي أنا مضطر لفاصل آخر وسنتحدث بعد ذلك مرة أخرى في موضوع ردة فعل الاحتلال الإسرائيلي مع هذه الدول كمان يعني عم نشوف في ردود أفعال غاضبة يعني ممكن هذه كمان يكون لها أثر على علاقة إسرائيل بالدول الأخرى لكن اسمح لي أن يكون ذلك بعد الفاصل مشاهدية الأعزاء وواصل حديثي إلى السفير الدكتور عمر بن عوض الله مساعد وزير الخارجي وشؤون مقتربين لدولة فلسطين دكتور عمر كيف تفسر ردة فعل الحكومة الإسرائيلية تجاه الدول التي تبنت موقف صريح يعترف دولة فلسطين يعني هو الموقف ليس من الدول حقيقة ولكن يعني إسرائيل أصابتها هستيريا من ما قامت به هذه الدول بالالتزام بمواقفها هي أكثر من أنها أخذت مواقف يعني مضادة لهذه الدول أو أنها يعني غضبت على هذه الدول أصيبت بالهستيريا حقيقة إسرائيل أكثر ما تخافه هو أن يصبح الوجود الفلسطيني الذي تحاول أن تنكره على المستوى الدول التي حاولت مطولا أن تقنعهم بأن حل الدولتين يجب أن يأتي من خلال التفاوض وفي آخر المرحلة لتأتي الدول الآن الدول المحترمة ودول ملتزمة بالقانون الدولي دول من اتحاد الأوروبي بعضها ودول كذلك في أماكن أخرى من القارة وسوف يأتي دول أخرى من أجل الدعم هذا الموقف الفلسطيني أصبت بهستيريا من هذا الموقف لأنه كما قلنا هو يخالف كل الأيديولوجيا المعادية للشعب الفلسطيني وكل أسباب وجود هذه المنظومة الاستعمارية في المنطقة لأنه وجود دولة فلسطينية يعني استقرار يعني أمن في المنطقة يعني سلام في المنطقة وهذا ما لا تريد إسرائيل وبعض المتواطئين معها تمام لذلك الهستيريا التي رافقت كل هذا الأمر هو لكشف إسرائيل عن طبيعتها الاستعمارية نعم الآن يعني من المتفق عليه أن القضية الفلسطينية تشهد مفصل تاريخي بغض النظر حضرتك وجميعنا نعلم أن من أول يوم احتلال فلسطين وهو قائم على هذه الشاكلة القتل والترحيل والتدمير وتغيير المعالم ولكن اليوم الصورة مفجعة ومشهودة أيضا كما قلنا سواء في غزة أو في الضفة الغربية وبشكل خاص في القدس نعرف جميعا ما الذي يتعرض له المقدسيون من تنكيل يومي لمجرد وجودهم في القدس السؤال هنا في هذه الحالة نقول لك أنه المفاصل التاريخية يجب في النهاية الطريق أن تفصل بين الأشياء بكل هذا الوضع بكل ما فيه من مآسي وين بتشوف اليوم خط مسار القضية الفلسطينية في هذا الصراع بمعنى ماذا يمكن أن يكون أمامنا بعد خمس سنوات من الآن يعني من الهام حقيقة العودة إلى الخلف قليلة نعم الفلسطينيين الفلسطينيون والعرب لم يتركوا فرصة إلا وقدموا فيها مبادرة من أجل حل هذا الصراع العربي الإسرائيلي نعم وقوبل كل هذا بالصنف الإسرائيلي وبالجرائم التي نراها اليوم وجاءت الوضع السلام العربية وغيرها من الرؤى وكذلك وجاءت هذه الحكومات المتعاقبة الإسرائيلية الدموية القاتلة وجاءت ترامب كذلك الذي يعني شرعن المشروع الصهيوني بشكل أو بآخر والذي ضم بشكل غير شرعي القدس إلى إسرائيل وكذلك وضع خطة ترامب ما سميت ما سميت بصفقة العصر آنذاك والذي رفضوا العالم العربي أولا والفلسطينيين وكل أولئك الذين يحترموا القانون الدولي وأصبح يعني يذهب إلى استبعاد الفلسطيني عن الطاولة وعن المفاوضات وعن وجودهم في أي سلام إقليمي وأصبح يبحث عن السلام الإقليمي بعيدا عن الفلسطيني نعتقد أن كل هذه الأوهام منذ السابع من أكتوبر إلى اليوم قد تغير وبطبيعة الحال طبعا الحراق القانوني ساهم كثيرا نعم في تعزيز الموقف الفلسطيني والموقف العربي من حل الصراع نعم هذا يقودنا اليوم لذلك الأوهام التي جاءت بها هذه الحكومة الإسرائيلية نعم وغيرها من المتواطئين معها بأنه بالإمكان القفز عن الفلسطيني في في الحل الإقليمي انتهى هذه القضية انتهت تمام لذلك يعتمد علينا كفلسطينيين وكعرب كيف ماذا نرى الأمور بعد خمس سنوات أو بعد سنة من الآن نعتقد أن الجميع لديه نفس القناعات الآن أنه بدون أن يكون هناك دولة فلسطينية لا يوجد أمن واستقرار في المنطقة وأن وجود هذه الدولة هو صمام الأمان للأمن والاستقرار ولحل الدولتين لذلك عند انتهاء الأعمال الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وحرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة يجب القفز بسرعة إلى تثبيت مسار سياسي جدي قائم على القانون الدولي ليحسم هذه القضية ويثبت وجود الدولة الفلسطينية وينهي هذا الصراع وينهي هذا الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي أنا يمكن لما أشر دكتور عمر لموضوع الخمس سنوات تدك وكنا من تذكر أن الكلام قبل سنوات عن حل الدولتين كان كثير من الناس ينظروا إلى أنه مجرد شعار وغير واقعي وغير منطقي والآخر اليوم العالم عم متكلم عن حل الدولتين بغض النظر عن موقف عن الموقف الإسرائيلي بطبيعة الحال وبدأ الآن أيضا الحديث عن أنه يجب أن تبدأ خطوات لإنشاء الكيان الفلسطيني بالمعنى الذي يجب أن يكون عليه وحتى البعض يقول تحت رعاية الأمم المتحدة أفكار كثيرة يعني بحيث أنه يقال أنه يولد الآن في رحم هذه العملية بكل ما فيها من مآسي وكل ما فيها من ألم هناك من يعتقد أنه الآن هناك مخاض سيالد دولة فلسطينية عاصمتها القدس هل تتصور أن الأمر يمضي بهذا الاتجاه الأمر ربما نضج إلى ما هو أبعد من هذا الاتجاه نعم الوضع الدولي الوضع الدولي الآن والمعناء التي يشاهدها العالم في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس كما قلت القناعات تولدت وأصبح لدى العالم قناعة بأنه حل الدولتين هو الحل الأوحد القابل للتنفيذ في هذه المنطقة ما نقول الآن وما وصل له العالم من قناعة بأن الدول الفلسطينية موجودة وما هو مطلوب الآن حقيقة لذلك عندما تفضلت أن هناك بعض الدول أخذت حل الدولتين كشعار مفرغ من المضمون لأنه كانت تستخدم لذر الرمان في العيون بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية ودعني أكون صادق بهذا الأمر شعار فارغ حل الدولتين وحل الدولتين وتسمع طبعا هذه الدباجة دائما وعندما تذهب إلى الحركة العملية لتيسيد حل الدولتين تجد الفيتو الأمريكي في بجلس الأمن لذلك الآن هناك قناعة لدى الدول أن دولة فلسطين دولة موجودة وقائمة ومؤسساتها موجودة وما ينقص هذه الدولة أو ما ينقص هذا الحل للدولتين هو قضيتين القضية الأولى هو إنهاء الاحتلال الاستعماري الذي يحتل هذه الدولة دولة فلسطين نعم وثانيا إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير في هذه الدولة هذه القناعة التي تولدت عند الدول التي اعترفت بدولة فلسطين مؤخرا إذن هذه كلها مؤشرات يعني تدل على أن هناك تغير أكيد جدري وإن لم يكن كذلك العالم كمان اليوم متحسب لأن تنزلق الأمور لما هو أسوأ من حرب إقليمية ومن صدام عالمي وكما يقال اليوم أن في أينما ذهب التفكير في كل الاتهجاهات الكل يعرف الآن أن الحل هو في القضية الفلسطينية ليس فقط للفلسطينيين ولكن للمنطقة كلها والعالم أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور عمر عوض الله السفير ومساعد وزير خارجية وشؤون المغتربين لدولة فلسطين كنت معنا من نظام الله بارك الله فيك مرة أخرى وكان الله في عونكم إن شاء الله دائما تحقيق نجاحات لصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه البشروعة شكرا جزيلا لك وبهذا مشاهدي العزاء نأتي إلى نهاية